أكد وزير الداخلية الواروكون إبراهيم حيدان على دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن والاستقرار ودور المرات الرياضي في عملية البناء والتنمية كما أكد الوزير حيدان في كلمته للمشاركات في الورشة المنعقدة في مقار الشرطة النسائية بالعاصمة عدن حول أهمية دورة لدلة الجنائية في اكتشاف الجريمة التي تنظمها لدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن وبضع من السلام والوصول للعدالة الممول من حكومة مملكة هولندا على أهمية الدورات التجريبية والتأهيلية في رفع مستوى الشرطة النسائية واكتسام مهارات جديدة للتعامل مع الجرائم الجنائية اشتركوا في القناة